لا أطيل عليكم إن شاء الله غدا إن شاء الله يكون إطالة أكثر الآن نراجع ما أخذنا ثم ننظر لو بقي شيئا من الوقت نكمل ما هذا أخذنا ها بسم الله لك متواقب نعم بسم الله بسم الله أول شي قسمنا الكتاب إلى عشر أقسام قسمنا الكتاب إلى عشر أقسام لماذا حتى نتصور الكتاب بأكمل لأنك إذا تصورت الكتاب الآن تتشوق للدراسة لأن بعض الناس يبدأ كتاب التوحيد يقول خلاص تعلمت كتاب التوحيد الحمد لله شهادة تزور نحضر معنا درس واحد يقول ختمت كتاب التوحيد خطأ مثل اللي يأتي ختم القرآن مثلا على القول بختم القرآن بيدعاء وكذا لا يخضر ويأتي ليلة الختم يقول ختمنا القرآن نعم القسم الأول المقدمة تحتل على باب خمس القسم الثاني تفسير التوحيد والثالث الأذن والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله والرابع لا لا اسمع سبب كفر بني آدم والخامس تحقق من يقول أن الشرك لاقع في الأمة وفي الجزيرة عربية الأعمال الشيطانية أعمال القلوب الأسماء والصفات المناهي اللغنية والخاتم غدا تعيدها بإذن الله أجلس ماذا أخذنا ها أخذ قم الأبواب الخمسة الأولى نعم باب وجوب التوحيد وهذا نحن وضعنا ترجمة أو تبويب لهذا الباب لماذا؟ لأن الأبواب تجتمع به وهو حذف التبويب حتى يعلق الناس من كتاب والسنة وجوب التوحيد حتى تتشوق فضل التوحيد وتحقيق التوحيد حتى تحقق ومن تحقيق الخوف من ضدي ومن تحقيق الدعوة لي ثم جاء بباب حتى يشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيق والخوف من ضدي والدعوة إليه نعم إخوانا ماذا أخذنا؟ إنه للبغاة وإنه إليه راجل وين الشباب؟ أصحابك وين؟ الأولاد خلين شاركوا أين هو؟ طيب نعم نعم أخي أخذنا كيف نشرح الكتاب؟ كيف نشرح الكتاب باختصار؟ الآن عندما تقدم رسالة الدكتوراه والماجستير مثلا أو أي بحث عن البحوث يقول لابد تضع خطة خطة بحث صح تمشي عليها فعندنا الخطة التي سنمشي عليها بإذن الله تعريف تعريفات والتقسيمات وربط الآيات والحاديث مع الباب والباب مع الكتاب أي شرح؟ اعتمدنا شرح من؟ شرح من لكتاب التوحيد اعتمدنا؟ أي شرح؟ نعم شرح؟ شرح من؟ القول المفيد شرح كتاب التوحيد الشيخ بن عثيم يقول لماذا؟ لأن هذا الكتاب هو في الحقيقة ليس بتعليف مكتوب لا في الأصل هو التفريق راجع الشيخ واعتنى به وكان فنحن الآن نقرأ قرار أو ندرس ندرس فهذا الشرح أفضل لك مفهوم؟ أي نعم شروحات كثيرة على كتاب التوحيد نصيحة والله وعلا لا تقرأ إلا القول المفيد تقرأ شرح بن عثيم رحمه الله لوصولة الثلاثة للقواعد الأربع لكتاب التوحيد للواسطية سهل العلم يمشي معك البلوغ زاد المستقنع انتهيت إن الشرح بن عثيم رحمه الله ترجع إلى شهر آخر إن استطعنا لأنك الآن لو تقرأ شرح بن عثيم رحمه الله تعالى ثم تقرأ مثلا شرح الشيخ الفوزان حفظه الله هذا تعليف وهذا تقسيم وتختلف علينا مثل ما يدرس بعض الطلاب هلان أو رأيان الآن فقه المقارن أو يقرأ بداية الطالب لا بداية المشتحي لا صعب طيب التدرج في العلم من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة تمام غير نعم أين نعم لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب نصيحة العلماء مشتمل على الأدلة من كتاب السنة ذكرنا أن تريد تحفظ أي متن من المتون لابد تنظر إلى عناية العلماء بهذا الكتاب وأسهل شيء تستطيع ترد على بعض الناس أنه عندنا بعض الكتب اليوم بعض الكتب يقررها بعض الناس أنها تحفظ مثلا نقول هل هذه الكتب موجود منها نصف؟ هل شرحت عليها خدمة؟ هل توجد في كل بلاد من البلدان؟ صح أو لا؟ حتى أحفظ هذا الكتاب مثل بلوغ المرام صح؟ مثل أربعين النووية مثل كتاب التوحيد مثل العقيدة الواسطية ممكن تأتي في دولة لا تجد فيها نصفة من الواسطية صح؟ لكن لا يمكن أن لا تجد إنسان لا يحفظ هذا المثل أبدا ما يمكن لابد تجد أفهول؟ أين عم؟ طيب غيره؟ ها الشيء؟ وانت واقف الشيء ذكرنا أن العداوة لو تبحث تجد أن سبب العداوة في شيء واحد وهو التوحيد سبب العداوة للشيخ محمد بن عبد المرهاب التوحيد عندنا بعض العلماء دخل يوم من الأيام على أمير من الأمراء أمير من الأمراء من أي دولة كان فقال له هذا الأمير قال يا فلان يا شيخ احذر من فرقة ظالمة مضلة قال ما هي؟ قال الفرقة الوهابية فقال هذا الشيخ عنده حكمه فقال لهذا الرجل للأمير هارو قال هل تعرفه؟ تعرف هذا الفرقة؟ قال لا أنا سمعت عنها ولهذا أحذرك منها قال اسمع الوهابية أنا وأنت كل من يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشيخ ويعمل بالتوحيد ويبتعد عن الشيخ يقال عنه أخاكم عرفتنا وقال جزاك الله خير نعم لا بد إخواننا لا بد معلم الناس ويحكى أن رجلا في دولة من الدول كان يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فجاء الإنسان وقطع غلافه مكتوب فيه كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب وقدم هذا الكتاب وقال ما شاء الله هذا كتاب عاويد من المؤلف قال محمد بن عبد الوهاب شيخان الشيخة محمد بن عبد الوهاب بالعقيد أس الله سبحانه وتعالى يمده بالعافية كان لديه دورة في السودان فاسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالعقيد فعندما كتبوا الإعلانات في السودان فأهل السودان بعضهم يعني البعض ليس كل قال محمد بن عبد الوهاب ذاته جاي السودان هذا مصري فيه في السعودية وما سلينا منه يأتي عد السودان نعم